بعد أبت تلفزيون النهار لمعاناة سكان حي بالعربي عبدالقادر بولاية تيارة تم الاستجابة لمطلبهم في تهيئة حيهم الذي كان مهمشا حيث عبر سكان عن شكرهم لتلفزيون النهار الذي كان سببا في نقل انشغلتهم نتابع التفاصيل مع ديابن داوت الناس كبارة بالتاكسيات ما يبغوا شي يدخلوا وكالي كبارة ما ينزلوا الفوق في الظلمق هنا الانارة مكاش الشجر الحنوشة كل شي كان هنا هكذا كانت حالة حي بالعربي عبدالقادر بقلب مدينة تيارة أو المعروف بفيلاج اسبانيول قبل أن يزوره تلفزيون النهار حيث استجابت السلطات لنداء السكان الذين استقبلون بفرح وبطريقة الكرم والضيافة بعد بداية أشغال تهيئة الحي الذي كان مهمشا لعشارات السنين ونشكر قالت النهار بزيف هم اللي عاينونا الأول مرة وعاونونا في الطريق كانت معادنا معادا ونشكر الوالي تعاني تعتيرته ولي عاولنا ونشكر قالت النهار شكرا جزيلا لها شكرا مفصول لقالت النهار خاصة التي بلغت انشغالتها على هذا الحي وفكت عليها عزلة كبيرة ونشوف الأطفال يعني رأيهم في حماس ونشكر قاعد كل من ساهم السلطات المحلية السيد الوالي رئيس بلدية تيرت هي أشغال تستمر ويتمنى السكان أن تراعي كافة المرافق التي لا زالت منقوصة بالحي منها مرافق ترفيهية كملعب للأطفال نشكر قالت النهار ونتمنى من يصنعونا هنا يصطاد في الحي التانى نشكر قانية النهار وان شاء الله يصنعونا ملعب كبير شكرا يا نينا النهار نطاها نهار نطاها نهار نطاها زيزيلا هي ثقافة المواطنة التي امتاز بها سكان بالعربي عبدالقادر والعرفان بما يقوم به تلفزيون النهار من إعلام جواري لرفع انشغالات فئة البسطة والمهمشين عبر إقليم الولاية نشعل كلامك نشعال لفهم نشعال لفهم نشعال لفهم نشعال لا